السلام عليكم معكم فادي الشيحة اليوم بس أعرض لكم منتجات من Logitech كيبورد سماعة وماوس دعنا نبدأ الكيبورد الكيبورد اسمه G610 Orion Red والله الصم طويل المهم الكيبورد هذا أول شيء لاحظت أنه شكله كلاسيك يشكز الكيبوردات القديمة ما في الأشياء الفلسفية في الأشياء الجديدة والأشياء اللي تضيف شكل الواو فيها هذا الشيء يمكن يضايق الناس بعض الناس ويعني الناس ثانية يجيبهم هي Logitech سوى هذا حركة قررت أن ترجع خطوة ورب هذا الشيء بالتصميم فقط لأن الناس كثير اشتكوا من الشكل الجديد قالوا أن يشتتهم وقت اللعب لما يتحمسون طبعا هذه أراء ناس معين هذا الكيبورد إذا مولك لغيرك كل بساطة ما في أي شيء مميز غير أن زي ما قلت لكم شكله بسيط وأنيق وغير كذا في أنوار طبعا الأنوار هذه ميزة تهين أنها لا تضايق عينك ولا تشتت لعبك لأنها تكون جدا خافتة وتكون حول الأزار بشكل جميل لطيف تتغير ألوانها وطبعا فيه أشدار الملتميديا كما ترون على الجنب ولكن لا يوجد أي شيء مميز أخرى فيها وحين دعنا نتكلم عن الماوس الماوس اسمها G502 Proteus Spectrum حسنا تشعر بوص اسمها معقدة شوية فكرة الماوس مثل الماوس الموديل الذي قبلها أضافوا الزر نفسها تقدر تسحبه في موشن واحد وما يوقف هذا يمكنك الكثير مصممين توقع المصممين أوتوكاد ولكن هذا كان مفيد الجيمر وتقدر تضغط الزر وتخليه مثل العادي هذا غير طبعا إضافات الأزار العادية التي تخدمون الألعاب واو ولول وأيضا هناك الثقالات وتضع الأثقال على كيفكم مع اساس كل واحد براحة يكون يتحكم بثقل حق الماوس لما يقدر عفيها وما يضايق نفسه وآخر شيء يتكلم عنكم اللي هو السماعات اللي اسمها G633 Artemis Spectrum سماعة هذه ميزتها أنها سماعة جدا خفيفة هذا أول شيء لاحظتها يعني جدا خفيفة ومرينة زي ما تشوفون هذه اللبستها لمدة ثمان ساعات متتالية وصراحة ما حسيت بأي ضيق ولا شيء والسبب يعود أنه من داخل مفرغة زي ما تشوفون فيعطي مساحة كبيرة لأذنك أن تتنفس من الداخل فما يضايقك أبدا ولا يعني ما يسبب بالعرق وحاجات هذه اللي يضايقك إذا لابد سماعات هذه النقطة النقطة الثانية فيها أزار كثيرة جدا جدا وطبعا مثل ما تشوفون في أزار ورا اللي هي الأزار هذه كلها عبارة عن G123 هذه تجد تحطها على كيفك زي ما تبغى مثلا تخلي الزر تخلي حق لشغلك اللي يقول Virtual Surround 7.1 أو تخلي مثلا يسوي ميوت وحاجة زي كده معنا فيه أرد زر ميوت فما علش تحط زر ميوت ثاني بس تجد تحط نظار كثيرة وطبعا عشان الطاولة تقصر عن طريق السماعات النفساء اللي في الفوق وتحت جدا ممتاز محلها ورا ورا أذنك ونقطة ثانية المايك حقها عبارة عن تسحب من هنا خلاص حين كده اشتغل المايك عشان تسوي ميوت تقدر ترفعها بس خلاص يعني ما دليش حطين زر ميوت هنا بالأساس ما اظنني بس يعني ما استخدمتنا دائما اذا بغى تحط ميوت ارفع المايك على فوق وخلاص طبعا مايك تجد تثنيها على الجسار عيب المايك هذا ان مشكلته انه يلقط الصوت اللي حولها ما في زمان ما في كاتم صوت زي بعض السماعات يعني مثلا انا قد ألبسها وقد أتصرف مع ناس او اتكلم مع ناس وانا قاعد ألعب لول والواو وشي زي كده يسمى صوت الكيبورد حقي وانا اضغط اذا كان هذا المزعج فعشان كده يعني لنت تتبهون من هذا الشي حاجة ثانية اضيفت بعض الى السماعات اللي هي الانوار فيها انوار زي ما تشوفون جميل جدا تجد تحطي اللون اللي تبغاه وفيه ثلاثة وضاع في وضع عادي اللي هو تخلي اللون تثابت في وضع البريث اللي تخلي اللون يتنفس يطلع وينزل 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 وحاجة زي كده المهم فكرة انه يتغير بشكل عشوائي الانوار هذي ما اشوف له اي فايدة صراحة انت كلاعب ما رح تفيدك لكن اتوقع انها فايدة كثيرة اذا انت عندك مثلا بتسوي بطولة العاب وزي كده وحاب تفرق الفريقين فتخلي مثلا فريق لون سماعاته حمره وفريق لون سماعاته زرقه وزي كده ونقطة ثاني هذه الالوان ما تضرك انت كلاعب بالعكس انت كلاعب لما تكون لابس السماعات ما رح تضرك لانه ما رح يكس على الشاشة نفسها وهذا شيء جدا ممتاز وصراحة ما رح تأثر على لعبك وهذا كان استعراضنا حقة منتجات لوجي تيك اللي وردتكم اياها قولوا لي اشراكم بالاستعراض واشي اللي عجبكم واشي اللي ما عجبكم وقولوا لي اشي السماعات اللي جربتوها ايضا من اللوجي تيك القديمة وكيف الاشياء الرحيب لان هذا السماع صراحة انت جربت وعجبتني كثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة